نرجع نقول أنه خلال مرحلة الجامعة أيضاً كانت الجدة موجودة في المنزل وكانت الجدة من ذوات الشخصية القوية قيادية تحسينها كأنها هي ماسكة زمام الأمور كلها كان الأب المشرف والأم المربية المربية لهذا الطفل ترحمه تكون حوله حوله يعني مثلما تقولين عناية الأم بهذه الأطفال الأب كان المشرف بحكم أنه هو القائد المادي لهذا الآلة والجدة هي كانت الشخصية القوية التي كلنا أرى هذا الشيء فيني أنا وأخواني وأختي نرى الاعتداد بالنفس ونرى الثقة بالنفس ونرى أننا قياديين في الحياة بغض النظر عن العمل وما إلى ذلك قياديين في الحياة وهذا شيء بعض الناس عيبوه أنه امرأة قيادية ما ينفع لكن لا يصلح امرأة قيادية ومسكت مناصبها الآن نعم بتأكيد طبعا المرأة بصفة عامة قدرت أنها تثبت جدارتها وتقلدت العديد من المناصب بتأكيد طبعا في هذه المرحلة من الوعي والنود أستاذ سارة ما أول الكتابات التي قرأتيها؟ أول كتاب قرأته كان شعر نبطي للأمير خالد الفيصل وكان مكتوب عليه ألف وأربعمية وستة عام ميلادي نعم أنا اللي بالهجري أنا من وليد أكتوبر خمسة وثمانين المقابلة ألف وأربعمية وستة في بالهجري بنفس سنة الميلاد سنة الميلاد نعم الكتاب هذا لازال موجود عندي ولازلت أقرأ فيه إلى هذه اللحظة الشعر نبطي لأني أميل فعلا للشعر النبطي وليس للشعر اللي باللغة العربية الفصحة الفصيح